المفوضية تصادق على أسماء وقوائم المرشحين النهائية وتوافق أيضا على بدء الحملة الانتخابية لمدة 45 يوما 5,915 مرشحا هي أعداد المرشحين الذين سيتنافسون على 285 مقعدا صدق مجلس المفوضين على المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات بعد الانتهاء من التحقق من أهلية المرشحين وحدد موعد انطلاق الحملة الانتخابية 1-2 تنطلق على مدى 45 يوم وتتوقف قبل 24 ساعة من التصويت الخاص الذي سوف يكون في 16-12-2023 ووفقا لقانون الانتخابات وتعليمات المفوضية فإن عملية استبدال المرشحين المستبعدين انتهت وستطبع الأسماء المصادق عليها في ورقة الاقتراع وفي حال ظهور أسماء مستبعدة لاحقا فإن الأصوات ستحجب عنها وعن القائمة حاليا المفوضية صادقة على الأسماء الموجودة أما الأسماء التي أرسلت لاجهات تحقق فيما بعد إذا ظهرت هناك أسماء مشمولة بإجراءات معينة فإن المفوضية وحسب القانون ستقوم بحجب نتائجهم في حال وصل هذا الأمر إلى ورقة الاقتراع والاقتراع المباشر ووضعت المفوضية محددات وشروطا للدعاية الانتخابية تختلف عن إجراءاتها في الانتخابات الماضية بالتنسيق مع أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات وهيئة الإعلام والاتصالات والجهات الأخرى ووفقا لجدول عمليات المفوضية فإن الإجراءات المتبقية ستركز على مراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوزيع المطبوعات والعدد الانتخابية على مكاتب المفوضية في المحافظات سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد